السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في محاضرة نكمل فيها شروط إعراب الأسماء الستة بالعلامات الفرعية أو بالحرف كنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة في إعراب الأسماء الستة أنها ترفع بالوا وتنصب بالألف وتجر بالياء فما شروط إعرابها هذا الإعراب لها خمسة شروط لكي تعرب هذا الإعراب أولا أن تكون الأسماء مفردة ليست مثناة وليست مجموعة أن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغيرياء المتكلم أن تكون مكبرة وليست مصغرة أن تكون فو بالواو وليست بالميم وذو بمعنى صاحب فهذه شروط خمسة يجب أن تتوفر في الأسماء الستة لكي تعرب بالحركات أو بالعلامات الفرعية فإن خالفت شرطا من هذه الشروط لا تعد من الأسماء الستة ليست من الأسماء الستة أصلا نناقش الآن هذه الشروط واحدة تلو الآخر الشرط الأول أن تكون مفردة فإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنة أو مجموعة أعربت إعراب جمع التكسير طيب المثنة مثل جاء أبوان أب من الأسماء الستة وشرطها أن تكون مفردة ولكن هنا جاءت مثناة فإعراب المثنة تقول جاء فعل ماض وأبوان فاعل مرفوع على مترفعه الألف إنه ليس من الأسماء الستة رأيت أبوين منصوب هنا مفعول به منصوب على متنصبه الياء لأنه مثنة وليس من الأسماء الستة وكذلك ذهبت إلى أبوين مجرور أبوين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنة وإن كانت مجموعة جمعة تكسير تعرب بالعلامات الأصلية تقول جاء آباء الطلاب فآباء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم ليس هنا من الأسماء الستة لأنه جمع تكسير ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم فكلها تعرب بالعلامات الأصلية هنا لأنها جاءت جمعة تكسير الشرط الثاني من شروط إعراب الأسماء الستة بالعلامات الفرعية أو بالحروف الاثنين واحد بالحروف أو بالعلامات الفرعية الشرط الثاني أن تكون مضافة لابد أن يكون بعدها مضاف إليه لابد أن يكون بعدها مضاف إليه طيب بعدها مضاف إليه فإن لم تضف تعرب بالعلامات الأصلية كقول الله تعالى إن له أبا شيخا كبيرا كلمة أبا جاءت مفردة هنا ولكنها لم يأتي بعدها مضاف إليه فهي تعرب بالعلامات الأصلية اسم إن منصوب اسم إن منصوب بالفتح على طول أو علامة نصبه الفتح ولا يعرب إعراب الأسماء الستة لأنه هنا ماذا؟ لأنه لن يضف جاء بلا إضافة ومثله قول الله تعالى وله أخ أو أخت كلمة أخ من الأسماء الستة لكنها هنا ليست من الأسماء ليست من الأسماء ماذا؟ من الأسماء؟ الستة له لأنها ليست مضافة الشرط الثالث من شرط اعراب الأسماء الستة بالعلامات الفرعية بعد أن تكون مضافة أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم تضاف الإسم ظاهر أخو محمد أبو خالد تضاف إلى ضمير أخوه أبوه أخوك أبوك ولكن لو أضيفت إلى ياء المتكلم تعربع حركات أصلية مقدرة على الحرف الذي قبل ياء المتكلم فهي ليست من الأسماء الستة مثل قول الله تعالى وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فأخي هنا ليست من الأسماء الستة لماذا؟ لأنه أضيفت إلى ياء المتكلم وشرطها هذه الأسماء أخو أبو أحام وفوذو أن تكون مضافة لشيء غير ياء المتكلم فهنا ليست من الأسماء الستة لماذا؟ لأنها أضيفت إلى ياء المتكلم الشرط الرابع أن تكون مكبرة أي غير مصغرة لا تدخل في صيغة التصغير والتصغير أسلوب عربي تقول مثلا جميل جميل مثلا جميل جميل مثلا تقول جبل جبيل تصغيرها جميل جميل تصغير لجميل هذا التصغير في اللغة إذا جاءت كلمة من الأسماء الستة مصغرة لا تعرب بالعلامات الفرعية بل تعرب بالعلامات الأصلية كقولك أسلم أبي بن كعب أبي هنا مصغرة من أب تصغيرها أبي فلأنها مصغرة هنا تعرب بعلامات أصلية فهي ليست من الأسماء ماذا الستة لماذا لأنها جاءت مصغرة وشرط الأسماء الستة لكي تعرب بالعلامات الفرعية أن تكون مكبرة الشرط الخامس والأخير يشترط في كلمة فم في كلمة فم حذف الميم من آخرها فتكون بالواو ونضع فيها الواو فتقول فو وليست فم فم هذه ليست من الأسماء الستة من الأسماء الستة بلفظ فو فقط نحو قولك ينطق فوك بالحكمة ففوك هنا من الأسماء الستة وهي فاعل مرفوعة لم ترفعه الواو والكاف مضاف إليه وهي من الأسماء الستة فإن لم تحذف هذه الميم وتعوض عنها الواو أعربت بالعلامات أو بالحركات الأصلية نحو قولك فامو كنظيف هنا فامو ابتدأ مرفوعة لم ترفعه الضمها هي ظاهرة هنا والكاف مضاف إليه فهي ليست من الأسماء الستة ويشترط أيضا احنا خذنا في فو لا بد أن تكون بالواو ويشترط في ذو بمعنى صاحب فقط أن تكون بمعنى صاحب فقط نحو جاء ذو مال أي صاحب هنا بمعنى صاحب مال فإن كانت بمعنى الذي اسمه موصوم فلا تكون في هذه الحالة من الأسماء الستة فتقول مثلا سلمت على فتقول مثلا جاء ذو قام أي الذي لو حذفنا ذو وقلنا الذي قام معنى صحيح فهنا ليست من الأسماء الستة فهي هنا بمعنى الذي أما إن كانت بمعنى صاحب مثل جاء ذو مال ونصحت ذا مال وسلمت على ذي مال كلها بمعنى صاحب فهي من الأسماء الستة وبذلك ننتهي من شرح شروط إعراب الأسماء الستة بالعلامات الفرعية فإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله